أمامكم متسلسلة هندسية غير منتهية دعونا نتأكد أنها متسلسلة هندسية للانتقال من الحد الأول إلى الثاني تضربون في سالب ثلاثة ومن الحد الثاني إلى الثالث تضربون في سالب ثلاثة أيضاً إذن بما أن النسبة المشتركة بين الحدود ثابتة فهي متسلسلة هندسية ويمكنكم كتابتها في السورة التالية سالب صفر فاصل خمسة ضرب سالب ثلاثة أس صفر ناقص صفر فاصل خمسة ضرب سالب ثلاثة أس واحد ناقص صفر فاصل خمسة ضرب سالب ثلاثة تربيع إلى آخره ويمكنكم أيضاً كتابتها باستخدام رمز المجموع سيجما هذا يساوي مجموعة الحدود التي على الصورة سالب صفر فاصل خمسة ضرب سالب ثلاثة أس رتبة الحد N وذلك من N يساوي صفر إلى N يساوي ما لا نهاية في الحد الأول N يساوي صفر وفي الثاني N يساوي واحد وفي الثالث N يساوي اثنان إلى آخره حاولوا الآن إيجاد مجموع هذه المتسلسلة النسبة المشتركة بين حدود المتسلسلة هي سالب ثلاثة أي R يساوي سالب ثلاثة ويجب أن تكون القيمة المطلقة للنسبة المشتركة أقل من واحد حتى تتقارب المتسلسلة القيمة المطلقة لسالب ثلاثة هي ثلاثة وهي بالتأكيد ليست أقل من واحد أي أن هذه المتسلسلة ستتباعد وهذا منطقي فإذا نظرتم إلى القيمة المطلقة لكل حد من حدود المتسلسلة تلاحظون أنها تزداد أكثر فأكثر فمع أن الإشارات تتأرجح بين الإضافة والطرح إلا أنكم تضيفون وتطرحون أعداداً كبيرة لكن عندما تتقارب أي متسلسلة فمنطقياً تصبح الحدود أصغر فأصغر وهذا عكس ما يحدث في هذه المتسلسلة أي أن المتسلسلة ستتباعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر